موسيقى أهلا بكم على قاعدة ما ضع حق وراءه مطالب وفي خطوة تضع الأمور في نصابها وتعيد اتحادات وأندية الكويت الرياضية إلى ساحات المنافسة ومنصات التتويج العالمية والإقليمية قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل مؤقت بعد ثلاث سنوات من تعليق النشاط وقالت اللجنة في خطابها إلى مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليتح إن الأسباب التي استدعت تعليق عمل اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها لا تزال سارية وبالتحديد ضرورة حماية الحركة الأولمبية في الكويت ضد التدخلات غير المبررة من الحكومة من جديد صوب النائب أحمد الفضل سهامه نحو الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير والتحايل مؤكدا أن عدد المزورين يتراوح بين 370 ألفا إلى 400 ألف مواطن وقال الفضل في تصريح إلى السياسة نحن نقبل الآن باستياض ربعهم فقط كدفعة أولى لإخراج 100 ألف مزور من الكويت لا يزالون يرضعون من ضرعين أولهما في الكويت والثاني في بلدهم ويتمتعون بكل الامتيازات من وظائف وقروض ومساكن قبل أبناء البلد وأوضح أن تجنيس هؤلاء المزورين بطرق انطوت على التدليس والتحايل غير الخارطة السياسية بشكل كامل وترتبت على التزوير حقوق سياسية لهم ولاحقا شكلوا مجميعا وكتلا انتخابية تتحكم بالمشهد السياسي وتستطيع أن ترفع نوابا وتسقط آخرين وأصبح للمزورين ممثلون داخل البرلمان نجحوا بواسطتهم وأقسم الفضل أنه لو ننظف الملف وخرج كل مزدوج ومزور لتغير ما نسبته من ستين إلى سبعين بالمئة من المشهد السياسي وتبدلت الوجوه في قاعة عبدالله السالم وزالت نمور من ورق أساسها مزدوجون ومزورون ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على مواطن سعودي يتبنى فكرة داعش الإرهابي بعد تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن في مدينة البكيرية وسط السعودية وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي كان يتبنى فكرة داعش الإرهابي وفي نيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي مضيفا أنه لدى قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة ونصف من فجر أول من أمس بدر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار في سياق آخر جمع الحظ العاثر فتاة يزيدية بتنظيم داعش مرتين الأولى عندما كانت أسيرة بيد مسلحيه قبل أن تتمكن من الفرار والثانية عندما انتقت خاطفها وجها لوجه داخل ألمانيا وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الفتاة اليزيدية واسمها أشواق كانت في عمر الخمسة عشر عاما عندما اقتاد داعش أسرتها بالكامل ليتم بيعها وشقيقتها ثم اضطرت إلى العيش مع رجل تعرفه باسم أبو همام كل طعام يساعد على الوقاية من الالتهابات يحمين أيضا من الأمراض بشكل عام والالتهاب هو الخطوة الأولى نحو الإصابة بالمرض وكذلك السرطان تناول الفصولياء السوداء العضوية على الأقل ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع يحافظ على الصحة الجيدة فهي غذاء مضاد للالتهابات وفي البرازيل يضعونها على قمة الهرم الغذائي لأنهم يدركون أهميتها وهي بالفعل مهمة للغاية تناول الثوم العضوي على الأقل أربع مرات في الأسبوع يضمن لك صحة جيدة وهو مضاد قوي للالتهابات ما يجعله غذاء رائع للتخلص من الألم والتورم والاحمرار وهو أحد مضادات الأكسادة الطبيعية ولديه القدرة على إيقاف تلف الحمض النووي وكذلك تعزيز جهازك المناعي وينصح الدكتور أشرف عبد العزيز أستاذ التغذية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان مرضى القلب تناول وجبة العشاء قبل النوم بفترة كافية وتناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا من السلمون أو المكريل لأنها تحتوي على أحماض أوميغا ثري التي من شأنها التقليل من مستوى الدهون والكوليسترول في الدم وبالتالي تحمي القلب من التعرض لأزمات مفاجئة وضرورة الإكثار من تناول البصل والفواكه الطازجة الغنية بالألياف فهي من الأغذية الهامة جدا لمرضى القلب والشريين والإقلال من تناول المخللات والأسماك المملحة والكاتشاب للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم اشتركوا في القناة